ازاي اوازن بين اني اريح ولادي وسعيدهم وبين ان نبقى بعودهم ان مش كل حاجة سهل فسهل وازاي اقدر احط قواعد لتربيتهم من غير ما يقارنوا بيني وبين اهالي صحابهم ويعتبروا ان انا اللي بخنقهم وازاي نخفف الضغط النفسي اللي دايماً حاسين بيه كأمهات وقبهات عشان مهما نعمل ولادنا مش راضين كل ده حنعرفه من دكتور عبد الناصر عمر واستاذة طب النفس اهلاً بحضرتك يا ضغط اهلاً بيك يا باطم ازاي ولادنا بيلعبوا معانا كده لعبة الضغط من هما ببيهات هو صغرنا بدأ يفهم ان هو هيعايت انا هستجيب هو هيعمل لي اوبا انا هشيل وبتبدأ اللعبة دي بالراحة واحنا كتير من انا كأمهات وقبهات بناخدها فرحة بقى ولادنا وحبين ارتبطهم بينا او عايزين نريحهم لو احنا تمدينا في الموضوع ده ممكن يبقى سمة ولادنا ان هما بيتغطوا علينا في كل حاجة قاعدة السابة لبيت الولاد هو الحب الغير مشروط مه الحب الغير مشروط بمعنى ايه بمعنى احنا في الطب النفس على فكرة بنحب الاهالي جدا تدلع الولاد على فكرة يعني انا بحبها على بصورة شخصي لكن عم بصورة حالة طب النفسي حبي جدا ان اول خمس سنين من حياة الطفل مهمين جدا على فكرة في تنشيأته بصورة جيدة نفسيا طبعا بعد كده فتت مراقبة مهمة جدا وكلام ده لكن قصدي فكرة ان احنا ندي مساحة للولاد بان هما يستغلوا حبنا ويدوسوا عادينا شوية بالنسبة لنا ما فيش مشكلة خالصة على فكرة يعني جزء من التربية السليمة للاطفال جزء من اي عائلة مستقرة هو الحب الغير مشروط الحب الغير مشروط بين الأب والأم والأولاد الحب الغير مشروط بين الزوج والزوجة الحب غير مشروط بمعنى ايه حب مشروط يعني لو ابني عمل غلطة او بنتي عملت غلطة ما قوليش انا بحبكيش انا مش هحبك لو عملت كده دي غلطة فاداحة في التربية خالص انت قولي انا بحبك بس التصرف ده مش عاجبك لان كتير جدا من ولادنا بيتصوروا خطأا ان انت ما تقولونك ما بتحبهوش بتحبوش بجد يعني هو بتصوروا ما تقولونه بحبوش بيصدق انه انت ما تحبوش بجد ان انت مش هتهتم بيه تاني وبالتالي مبدأ اساسي في التربية قبل ما ندي المساحات بتاعت الولاد المساحة اللي بيحتلها اننا يوصلوا ان بابا وماما بيحبوني حب غير مشروط عملت غلط بحبك عملت صح بحبك عملت غلط بحبك بس بازعن منك عملت صح بحبك وبقى وصوت منك لكن الحب موجود على طب فكرة بقى ان الولاد يستغلوا هذه المساحة من حب ما يستغلها ما تسيبه يستغلها طالما انه هو بيستغلها جوه الإطار اللي بتحدده كل عيلة لحياتهم ما يستغلها كل أمه وكل أب كل عيلة لها قواعدها الخاصة جدا لكن لازم القاعدة الأساسية في كل عيلة ان الولاد يوصل لهم ان احنا بنحبكو حب غير مشروط اشترك الآن واحصل على 50% خاص مدى الحياة على اشتركات بريميم السنوية والشهرية استخدم مقود على اشتركات بريميم السنوية والشهرية